السؤال التالي شخص أقرض آخر مبلغا من المال والدائن كان بيدفع زكاة عن هذا الدين حتى موعد سداد الدين عندما جاء وقت الوفاء لم يكن في مقدور المدين أن يرد الدين وشعر الدائن أن المدينة لن يستطيع سداد الدين فيما بعد فتوقف عن دفع زكاة المال عن هذا المبلغ وبعد فترة فتح الله على المدين يسأل له أسباب الخير وتمكن من قضاء الدين فهو بيسأل هل يخرج زكاة المال عن هذا المبلغ وقت القضاء طب الفترة لم يدفعش في هدية طلع عنها ولا لا سؤال جميل الدين تجب زكاته على الدائن إذا كان الدين مرجو الأداء الدين تجب زكاته على الدائن إذا كان مرجو الأداء ويكون الدين مرجو الأداء إذا كان على مليء مقر أي على غني مقر بالدائن فإن كان على معسر أو على ملك لا تلزمه زكاته عن فترة الإعسار أو الإنكار الدين التي تضاف إلى وعاء الزكاة الدين مرجو الأداء لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك يعني القدر على حيازة المال والانتفاع به والتصرف فيه فالميل الذي كفت يدك عنه مدين معسر أو مدين منكر لا أمل في الوقت الراهن في استعادة دينك فهذا المال في الوقت الراهن ليس مالا زكويا فإذا قبطته تحول إلى مال زكوي تستأنف به حولا جديدا أو تضيفه إلى ما عندك من أموال أخرى في حساب الدين في حساب الحول وإنصاب